في سوق المنتجات تتنافس السلع المتشابهة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق هذا هو العرف وهكذا هي المعادلة خصوصاً بين الشركات العملاقة ولكن أن يشد التنافس بين منتجين مختلفين فهنا يبرز التساؤل وتثار الحيرة فالأمر تعد المنافسة إلى العداء والحرب شركتاً فيسبوك وأبل تتشبهان في كونهما شركتين كبيرتين للتكنولوجيا لكنهما تخوضان حرب بيانات وخصوصية هدفها الأساسي الاستحواذ على قطعة أكبر من كعكة العملاء مصدر عائدات فيسبوك هو الإعلانات أما مصدر عائدات أبل فتجنيه من بيع أجهزتها وكذلك من متجر التطبيقات الخاص بها وحربهما الحقيقية هي البيانات الشخصية للعملاء فيسبوك ترغب في الوصول إليها وأبل تظهر حرصها على الخصوصية بهدف هيمناتها على السوق ربما بشكل غير مباشر فيسبوك تتعامل مع مستخدميها كسلعة لكسب المال من الإعلانات وتعبث ببياناتهم الشخصية منتجات أبل بغضة الثمن ولديها دوافع خفية لانتقاد فيسبوك شركة أبل أبلغت عملاءها في وقت سابق من هذا العام أنها ستبدأ باعتماد تطبيق يسمى تتبع الشفافية لمنح الزبائن مزيدا من التحكم والسيطرة على بياناتهم الشخصية وسيكون بمقدور الناس الموافقة أو رفض إعطاء بياناتهم الشخصية للتطبيقات الأخرى مثل تطبيق فيسبوك وهو ما لم يكن متاحا سابقا حيث كانت القاعدة العامة والبدهية الموافقة على ذلك يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لفيسبوك التي تنشر إعلانات مستهدفة لجن أرباح هائلة وتقول صراحة إن التطبيق سيلحق ضررا كبيرا بأعمالها الغريب في الأمر أن العلاقة بين أبل وفيسبوك تبدو علاقة غرام وانتقام فبالنسبة لأبل ستفقد هواتف آيفون الكثيرة من الجاذبية لدى قطاع واسع من الزبائن إذا افتقرت إلى تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وانستجرام وبالنسبة لفيسبوك فقد يخشى أن يبحث المستخدم عن وصائط اجتماعية أخرى إذا لم يتمكن من الوصول إلى فيسبوك عبر هواتف آيفون وعام 2021 قد يبشر إما بحرب مشتعلة بين الطرفين أو اتفاق هدنة وربما مصالحة سمح سيد العربية